مشاهدين مرة جديدة السيارة الكهربائية تحت الأنظار وهي تعتبر أولوية الآن بالنسبة إلى الحكومات لدى لحل أزمة المنقساء بسرعة نذهب إلى الأرقام هذه المرة طبعا هناك أرقام كبيرة جدا بداية دعونا نلقي الضوء على هذا القطاع والتطورات التي تحصل على الشركات هناك استثمارات بمئات المليارات تحصل الآن في الشركات التقليدية ستكون كيف ستذهب إلى الشركات الكهربائية مستقبل قطاع السيارات الكهربائية لمجال للتراجع كنا نشهد تصريحات من الرئيس الأمريكي شركات السيارات تلاحظوا تحويل 40 إلى نصف المبيعات ستكون سياراتها الكهربائية بحلول 20-30 وسنلقي الضوء على هذه الشركات السبب الرئيسي وراء ضغط الحكومة ضغط كبير جدا من الحكومة الأمريكية محاولة وصول إلى أهداف قمة المناخ العالمية خفض الانبعاثات 50% بال20-30 لكن الآن نذهب إلى شركات السيارات الأمريكية وشركات السيارات العالمية بشكل خاص لاحظوا الاستثمارات الآن في السيارات 330 مليار دولار الاستثمارات ستكون ترتفع ارتفاع بـ 40% السيارات الكهربائية تمثل 2% فقط الآن من مبيعات السيارات العالمية أكيد تقفز الأرقام بشكل كبير توقعات بأن تشكل 24% من 2% إلى 24% بعد أقل من 10 سنوات الآن سنذهب إلى هذه الشركات أبرز الشركات إن كان لامبرغيني فورد VW 100% من السيارات الجديدة ستكون بدون انبعاثات بـ 20-40 والسيارات ستكون محايدة للكربون بـ 20-50 لامبرغيني ستنتج أول سيارة أول سيارة كهربائية بالكامل ستطلقها في النصف الثاني من العقد الحالي فورد 40% من السيارات ستكون كهربائية بالكامل بحلول 20-30 فورد هذه الشركات القديمة من أبرز القديمة هنا هذا التحالف أيضا اللي عم نشاهده شاهدنا التحالف الجديد ستنلون تيس 30 مليار يورو ستكون الاستثمارات بحلول 20-25 وأيضا ديملر مرسدس بانس 40 مليار يورو كله بعد تسة سنوات يعني بعد تسة سنوات هناك 30-40 مليار يورو لبعض الشركات الكبرى نتكلم عنها خصوصا شركات ألمانية وشركات أيضا الأمريكية طبعا هذا بشكل عام لكن إذا ذهبنا إلى جنرال موترس كمان جنرال موترس الانفاق على سيارات الكهربائية سيصل إلى 35 مليار فقط بعد أربع سنوات يعني أقرب من 20-30 سيارات الكهربائية دائما تحت الأنظار وأولوية الحكومات بسبب حل أزمة المناخ موسيقى